موسيقى نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأربعة 13 أيار 2015 طبعا الملفات السياسية الداخلية مجمدة ولكن تبقى الملفات العالقة الدائمة في المشهد السياسي اللبناني الملفات المؤلمة اللي يبدو حتى ساعة بأنه ترسو بيتا وتراكو ميتا عم تتفاعل أكثر من أنه عم ينلقى لخاتمة سعيدة طبعا من هذه الملفات ملف مفقودي الحرب اللبنانية اللي اليوم طبعا عم نشهد لقلهم مع ذكرى الأربعين للحرب اللبنانية الحملة اللي أطلقتها حقنا نعرف لمعرفة مصيرهم المجهول منذ أكثر من 30 سنة لمناقشة آخر ما قالت إليه هذه الحملة وآخر ما توصلت إليه لجنة أهالي المخطوفين معنا اليوم السيدة ودات حلواني رئيسة لجنة أهالي المخطوفين أهلا وسهلا فيك وطبعا الصحافة بول أشأر وأيضا من الأعضاء المؤسسين لحملة حقنا نعرف اللي اليوم عم نشوفها ناشطة أولا على الطرقات اللبنانية من خلال البانويات اللي عم نشوفها على كل الطرقات وأيضا ناشطة اجتماعية من خلال عدة نشاطات عم تقوم فيها بمختلف المناطق اللبنانية لكي نتوصل أخيرا إلى هذا الحق بأن نعرف بدنا ننقش بآخر ما توصلت إليه بآخر المسجدات خليني بس أخذ حال الطرقات ونبدأ معكم حديثنا إذن جونيا باتجاه بيروت عجقة سير كالعادة مثل هذا الوقت من النهار وإنما باتجاه الشمال ما في مشكلة الدورة مريحة على الجهتين نفس الشي بالنسبة لشارل حلو ما في مشكلة وأيضا سيسين ما فيها مشكلة أيضا الحمراء بعد ينبلا مبلش نشاطة والمزرعة أيضا ناشيطة ضون عجقة سير طريق المطار ما فيها عجقة أبدا وصيدة مريحة برجع برحب فيكن وداد باب بول مع حفظة الألقاب خليني أقول أنه تقريبا من سنة كنت تجوفنا الكرام على هذا البلاتو كان وقتا عندكم مطلب أساسي هو بأن تستلموا ملف التحقيقات التي قامت به الدولة اللبنانية بخصوص المخطوفين اللبنانيين والمفقودين بالحرب اللبنانية تم تسليمكم لهذا الملف وذلك بعد أن صدر القرار القضائي بحق كل الأهالي بأنهم يعرفوا مصير المفقودين تسلمت هذا الملف ومن بعد ماذا حصل وداد؟ الحقيقة هذه محطة كثير أساسية أنه استلمنا الملف وستلمناه يعني بمثل ما قلت بحملة وبضغط سلمتنا رئيسة الوزارة سلمتنا الدولة الملف عم أقول محطة مهمة لأنه أول شيء يعني فيه اعتراف بحق المعرفة يعني القرار اللي صدر على المجلس شورى الدولي كرس هذا الاعتراف وتسليمنا الملف هذا اعتراف من الدولة يمكن اعتراف منقوص غير كامل ولكن محطة كثير أساسية لنا تنقدر انتباه هلأ ماذا حصل بعد حقيقة بتذكر الصورة كنتو حضرتك والمحامني زار صغير فريحين بيكون سلامتو كان صندوق كبير واضح أنه كان فيه ملفات كثير شو كان فيها؟ الحقيقة يعني ما يحتويه هذا الصندوق كان يعني أول شيء كان شغلة بتفرحنا وبنفس الوقت أنه نحن وحاملينا بتحسي حاملة المفؤودين كله هلأ وقت طلعنا على مضمون الصندوق تبين أنه مليء بالوراق بالملفات وهي بشكل أساسي عبارة عن الطلبات اللي قدموها أهالي المفؤودين كل واحد قدم استمارة عبق استمارة لمفؤوده وبعض المراسلات بين الرئيس اللجني بعد المراسلات ومثلا أي طرف معني بالموضوع من المسؤولين ويعني من المسؤولين اللبنانيين ايه يعني شغلات فعلا فينا أقول شبه فاضي أذا بدك شبه فاضي بمعنى أنه لم يتبين أنه أجري أي تحقيق فعلي بأي ملف بأي اسم من أسماء المفؤودين ما في نقول ملف نحن عم نعمل ملفات يعني فيه جردة أسماء والمعلومات اللي قدموها الأهالي برضو برضو اعتبرنا أنه أنه هاي بتكرس أو بتعطينا المادة تنعمل تحقيق حقيقي تنبلش بالتحقيق الحقيقي فهاي الخطوة بس حسنة اللي نحن اللي عم بفهمه من حضرتك أنه مع تسلمكم الملفات واللي هي كرسة حقكم بالمعرفة اكتشفتوا أنه هذه الملفات تشي بأنه مصر فيه تحقيقات من قبل الدولة اللبنانية لمعرفة مصير أي من المفقودين أبدا 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 وفي شو ده الوراق كلهم لتلك لتلك هي مرسلات وأوراق نحن مقدمينها الأهالي مقدمينها يعني يا حسنة هي أوراق أهالي المفقودين للدولة يعني اللي يعني سلموكن شو أنتم سلمين صحيح رجعوا لنا يهون بدون ما يعملوا أي شغل مشان هيك مشان هيك أبدا عارف أزعم هيدا نحن عم نقول تتبلشوا التحقيق يا جميع تتبلشوا يعني تعترفوا عن حق وحقيق يعني بيها الحق المعرفة وفينا وبقضيتنا لازم نبليش نفشخ فشخة لقدام وفشخة لقدام طي نوصل وما بعرف إذا الفشخة الأولينية إذا هالقد صعبة ونحن منلقيها كتير بدهية وخاصة أنه السنين عم تمرق والوقت عم يمرق ونحن عم نكبر وعم نخطير وعم نمرض وعم نموت فأول شغلي يعني عم نساعد الدولة وقفة وعملي فقصة جيني إيه عم فينا عملي فقصة هيدا 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 الشئ لحاله هنحكي فيه بس لإخطم موضوع التحقيقات اللي صارت يعني بول على من سنة 83 تقريبا وما قبل المفي مفؤودين لبنيديين انتسلمتوا انتوا الملف سنة 2014 اكتشفتوا انه بحسب قراءتكن ما في تحقيق واحد عمل بشأن المفؤودين طيب ما من بعد هون ما انطلقتوا ما قلكن اي حق بالمحاسبة هون ما قلكن اي حق بمراجعة انه وين عشو كنتوا عم تعاملوا بها 30 سنة اللي مرقوا و 31 سنة اللي مرقوا ستنا يبدو مش بس هاي للمفؤودين يعني الشعب اللبناني ما بقى عنده حق المحاسبة سألته حدا رجعتوا للجهات اللي سلمتكن هيدا الملف انه طيب شو كان عم بيصير بكل هالسنين بالتحقيقات واضح انه الدولة اللبنانية كان عندها فرصة هون تستعيد صلاحياتها تستعيد دورة باعادة بناء المجتمع باقفال ملفات يبدو بعد لهذه اللحظة ما استعيد الدولة اللبنانية دورة ما استعيد الدورة بكتسأليني من مين يعني الجواب حقيقة دقيق المهم انه من هلأ ورايح صار فيه تصور كان كتير مهم تسليم الملف لانه ما ننسى انه هيدا الملف ملف ما سمي بملف التحقيق على اساسه سنة الالفين دولة اللبنانية وفت بالجملة آلاف من الحالات لانهن انخطفوا طوال الحرب اللبنانية من سنة الـ 75 مش من سنة الـ 82 ولا 83 بالـ 75 بالـ 76 وصولا لنهاية الحرب وبمناطق لبنانية مختلفة وبأزمنة مختلفة يعني حسب السنوات تيجي الدولة اللبنانية سنة الـ 2000 بعد ما سمي بتحقيق دام ستة شهور بتوفي بالجملة آلاف وبشطح ألم آلاف من الحالات طيب احنا كان ضروري نسلم هذا التقرير نشوف محتوياته تنتأكد أنا فيني أقول لي ووداد أكتر مني فيها تقول لي أنه عارفي من الأول أنه ما فيه شيء بهذا التقرير بس ما بيكفي رأيي أنا ما بيكفي رأي وداد كان ضروري الاطلاع على مضمون هذا التقرير كان ضروري تكريس من قبل القضاء اللبناني حق الأهالي بالمعرفة ما علش اللي صار صار هلأ من هون ورايح شو بدنا نعمل بس عفوا حقك من هلأ يعني ما فيه أي مثلا من الدولة اللبنانية لدى الجهات السورية بهذا تليفونات ومراسلات أنه تصل رئيس اللجنة مين كان وقتا استيسفوات ساعد أتصل بي وخبروا أنه ما عنا حدا مفقودين يعني يعني شيء بيخجى الواحد عن جد يحكيهم بصوت عالي يعني التحقيقات هي يعني مثلا بموضوع الأسرة والمفقودين في السجور السورية كل ما يحتوي عليه هذا الملف هو أنه صار فيه اتصال هاتفي من الجهة اللبنانية إلى الجهة السورية بأنه هل عنكم هذا الاسم لا ما عنا ختم الملف ختم التحقيق حتى أقل من هيك أقل أقل من هيك إذا فينا نقول بدون أنه بش ملكنا هذا كمان هذا ملك الدولة اللبنانية وملك أهالي المفقود على كل حال هذا الشيء اللي لأيدي بالسندوق عم تسألي عن السندوق ما ننسى كمان أنه تشكلت بالألفين وخمسة لجنة لبنانية سورية مشتركة وكانت كمان يعني ما اشتغلت أحسن من اللجان اللي اشتغلت على الملف الداخلي فكانت عبارة عن تقطيع وقت لم تعطي ولا نتيجة سوى النفي 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 بما يتعلق بالمخفيين بالسجون السوري في بعض الاتصالات بمخافر لبنانية بيسألون مرسلات يعني هل عندكم شي بيجيوا بالمخفر لا شيء يذكر شغلات شيء مهم هيك شغلات بيستحي الواحد هون بدي أنا معلش كمان علق شوي سديما أنه عم تقولي لنا أنه أنه 30 سنة و33 و30 سنة قبلته نحنا مقبلنا بس أنا اللي بدي أقول بتحديدا على هالسؤال يعني هيدا بيعطي فكرة كدهش كل حدا من الأهالي كدهش كل أم كل زوجة وكل باي وكل ابن وبنت كدهش فعلا عم ينتحن ويوميا بهيدا يعني الاستلشاء أزا بدي أقول غير أنه انفقدوا شخص كتير عزيز كمان الاستلشاء من الدولة اللي مفروض تكون رعيتهم وحضنطهم وحميتهم حقوقهم فهيدا بيزيد الوجع وشغلة تانية بعتبر أنا ما بعرف يمكنش هادتي مجروحة لأنه أنا أنتمي إلى طائفة أهيل المفقودين بس كمان في مسئولية يعني أنه هيدا السؤال ويمكن سألينه نحنا بحملتنا أنه نحنا كمواطنين كشعب لبناني طب ما نحنا كمان ما عم نسائل عشيه يعني ما بنطرح يعني شبه طالب بحقوقنا بالحد الأدنى من حقوق ماء وكهربة ونظافة وطبابة واستشفاء وإلى آخره فيعني في تقصير بهذا الجانب بمشئولية كل مواطن مقابل طبعا أنت أدرى يعني وكل الناس أدرى بالتقصير الحاصل على مستوى الحكام يعني إذن بعد أزار الـ 2014 قرار مجلس شورى الدولة بحقهم بالمعرفة بحق المواطنين اللبنانيين بالمعرفة تم تسليمكم هذا صندوق أنتوا بتقولوا أن هذا صندوق هذا الملف يعني فاضي من التحقيقات الجدية ومن بعد قررتوا أنكم بتكون تكفوا بحملة كورونا ومعقول ينتهي الموضوع هنا وبالتالي اليوم مطلبكم الأساسة بعتقد هو بضرورة إيقامة فحوصات الـ DNA لأهالي المفقودين سأتقدر توسعي هذه النقطة أكتر حقيقة لأنه الوراء اللي أعطونا إيهن يعني أنه هو وراء بالأخير أنه ما فيهم مثل ما بنقول حقنا نعرف شو صار بأهلنا أحياء أموات إلى آخره ومثل ما أشير بول أنه أنه بالأخير أنه في أفراد يعني أنه مش بالجملة يعني أنا بدأ أعرف ما نفقد لي وين مات وين وين مدفون أمتين إلى آخره هي وقص على ذلك يعني كل حالة مفقود هي ملف بده رد عليه هلأ هالوراق مثل ما قلت أنه ما بيعملو لنا شي هيدا اعتراف منقوص إذا الدولة اعتبرت أنه هيدا مثلا فنحن نقول الخطوة الأساسية والضرورية والتمهيدية للاعتراف فينا هي فأخذ هال جمع هال عينات البيولوجية من الأهالي حتى نقدر نساعد حتى تقدر لأنه بدون هذا ما منقدر نتعرف إذا هذا عضب كلم أو تاس مثل ما قالوا لنا بمقبرت الشبنية بعد ما لقوا 12 كيس في قلب وروفات بالألفان وعشرة 2011 يمكن رجعنا نشوف رحنا نفحس وخدنا طبيب شريعي وإلى آخره قال لا 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 سوري طلعوا هاودي عضامة يوس طب ما نحنا كمان عايشين بها البلد وبرش البناء اللي عم تقوم ببيروت وبكل المناطق إنه إنه بيقول تقرير لقاينا مدافن جماعية بكل الأراضي اللبنانية تقرير عن عدمة البني آدم عن عدمة الحيوان وتنقدر وقتها مناخد دي أنقاي الأهال اللي بنعمل لهم هيدا الفحص بنصير بنعرف براهيم جبر إنه هاودي إخداء إخدنا للفحصات البيولوجية لأمه فقدرين نعرف هيدا مطلبكم بدكم إنه يتم هيدا إذا بدوا يكون في اعتراف هيك بيكون الاعتراف أول بدكم يتم إجراء فحصات دي أنقاي على أهال المفقودين طيب بالنسبة لحد من الخارج عم يسمع هذا المطلب قد يبدو المطلب بسيط جدا وسهل جدا ومنطقي جدا ليه ما عم بيتم الأخذ فيه بول تنكون دقيقين هذا الشرط الضروري يعني هذا هذا الإجراء هو الوحيد اللي بيربط بين أهال المفقودين والمفقودين إذا ما نعمل هذا الفحص هذا الرابط مثل ما قالت وداد ما فيه نعمل هذا الشرط الضروري ليش ما عم بنأخذ عادة الناس بقولولنا شي مؤلم هذا الكلام لأنه قضيتكم ما بتتسيل طائفيا لأنه قضيتكم ما بتتحول لحصص بيتقاسموا السياسيين في حدا هيك قيلكم اي في مسؤولين يعني هيك قيلكم لا مش مسؤولين مسؤولين في مسؤولين سائلين مثلا طيب هاي القضية قدي بتتعرش قدي بتكلف بلا في مسؤولين سائلين هاي قيلين هادا الكلام في ما رح نسميه في رئيس بلدية من أكبر بلديات لبنين أسبوع الماضي قالنا كنا عم نحكي بشو كلفة هذه القضية ما هيك ديان اي وعتقلنا له تقريبا شو الكلفة قال أقل أقل من تعويضات إخلاق بنية وحدة بواد الدهب خلال تعويضات اللي نعطيت ببداية التسعينات شو السبب يعني ما عنديش جواب بس بديقول أنا أنه نحنا بعد عندنا السزاج نفكر أنه بالعكس لأنه هذه القضية ما بتتسيل طائفيا وانت بتعرفي قديش هم شاطرين الكهرباء سيلوها طائفيا النفط سيلوه طائفيا لأنه هذه يمكن هذه القضية الوحيدة اليوم فيها ترتكز عليها الدولة اللبنانية إذا بقى عندنا دولة لبنانية تترجع تقوم على قاعدة هذه القضية اللي ما بتتسيل طائفيا هيدا يمكن الفرصة المعطاة للدولة اللبنانية تترجع تسير فوق الجميع تترجع تحضن كل المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن طايفهم بس لما تطلبوا هذا الطلب يعني أنتوا اليوم كلجنة أهالي المفقودين اللبنانيين في الحرب اللبنية وأيضا حملة حقنا نعرف لما تطلبوا من المسؤولين أنتوا بعرف أنه دايما في عندكم يعني عدة مرات اجتمعته برؤسة حكومة وبمسؤولين عن هذا الملف لما طلبتوا رسميا أنه يصير في فحوصات شو الجواب الرسمي اللي كنتوا تأخذوه في مثل العادة عطول في لا جواب شافي مباشر عطول في زورة بين وال يعني الكتير واضح أكتر واللي بيفرجي أكتر أنه قدش في مبدن ما بعرف ليش أنه في مشروع اتفاق جاهز مقدموا الصليب الأحمر الدولي حتى يساعد بإجراء هذه الفحوصات سارة عمرو صار له من 2012 برئيس مجلس الوزراء ما انضرب فيه ولا ضربة بيروح وبيطلع بيبرعوا مع الوزرات المعنية قال ساعة على الصحة ساعة على العدل ساعة الداخلية إلى آخره فالصليب الأحمر الدولي أكيد مشكورا عم يقوم بهيدا الجهد كما عم يكفي جهد تاني وبعده يعني نحن ما بنقدر نتخلى عن هيدا المطلب لأنه هيدا مطلب بيضق فينا بيلحمنا الحي بيعواطفنا صليب الأحمر كتر خيره بعده عم يجرب يتابع هيدا الموضوع وتحديدا هلأ يعني في صيغة ونتمنى أن تثمروا على السريع مع وزير الداخلية والبلديات أستاذ نهاد مشنوق اللي شفويا عبر عن ترحيبه وأستعداده بس نحنا كأهالي وأنا ما بقى نقدر يعني بعد كل هالسنين ما بقى نقدر نصدق تا يبلش الشغل عن جد تا يبلش فعلا ناخد أول شي إنه تعه بدنا نبلش عندي سؤال قد يبدو ما أعرف إذا منطقي اليوم أنتو قلكن فترة نصد بعدم تجاوب العمل للدولة بإقامة فحوصات الدياني ما أعرف إذا يمكن كلميا عم يكون فيه وعودات ومتل ما ذاكرتي عم بيصير فيه حالات وفاة من قبل أهالي المخطوفين وبالتالي هيدا بعد شوية ممكن أنه خلص موت القضية الجيل الأول من أهالي المخطوفين يمكن عم سنة الحياة فاللي عم بسأله هل لماذا فكرتوا بأن تقوموا بمبادرة فردية بإقامة فحوصات الدياني تكلفتها علي هي إلى جانب ما بفتكرة تكلفة مثل ما قال يعني أنه ممكن ما بعرف أنه منا بطاقتنا كاللجنة أهالي بس أنه ممكن ممكن نجمع هيد المصاري بس أول شي معنويا كتير مهم يكون لبنانيا معمور وحتى بأموال لبنانية هيدا الفحص نتيجة دقته ودقته وحسيسيته المعنوية اثنين أكيد ما رح نضلنا إلى أبد الأبدين ما نعمله وإن شاء الله ما نضطر أنه نحن نعمله بدون الدولة لأنه كمان نخشى ما نخشى أنه وقته سحاب من مسئوليته وتقول أنا كيف بد أصدق هيدا أنه أنتو عاملينه ومش نحن فبس عكل حال يعني لأنه مثل ما قلتي الوقت عم يمرو أنه نحن ما بفتكر بقى رح ننطر كتير لحن نضطر وإن شاء الله لأ برجع بقول أنه نعمل إجراء نحن صليب الأحمر الدولة نحن وياكي نحن واللبنانيين اللي فعلا مقدرين أهمية هالشغلة أنه ناخد مبادرة ونبلش نعمل فيها يعني في حد مش بس من الصبر في وقائع على الأرض يعني أنه الإممات عن جد عم تموت الإممات يعني فلا ماليا هو عائق لأنه مهل قد الكلفة كتير عالي وفوق طائد الدولة فما فيها تتحجج أنه ماليا ما فيها تعمله ولا ماليا يعني عم نحكي بمليون دولار تقريبا لإقامة فقوص دي أن اي على جميع عائلات بفتكر يعني ما عملنا عملية حسابية بعد لأنه ما قررنا نحن نعمله بس بفتكر المعدل يعني السعر التقريبي للحالة الوحدة دي أن اي بحدود الميتين وثمانين دولار بفتكر أحد المختبرات من شي سنتين كنا عم نسأل فالكلف نحن فينا نساعد الدولي إذا هلقدي فقير الدولي إذا يعني تعلن بس أنه تاخد الخطوة لأنه هيدا هيدا يعني هيدا اللي بيجعل الدولي دولي تاخد هي مسؤوليتها تماما مثل عنده ولد وفيه أهل الوقت الأهل ما بيعترف بابنه بيخسر صفة الأهلية الأب أو الأم هيدا اللي بيجعل يعني وقت الدولي ما بتعترف بمواطنيها ما بتعترف بالمقيمين اللي كانوا على أراضيها بهذه الفترة بتتخلى عنهم ما فيه دولي بالعالم فيه دول متقدمة أكتر منها وفيه دول أقل تقدم منها ما فيه دولي بالعالم نفضت إيدا من الناس يعني بتكون عم تنفض عن حالة صفة الدولي ما بتعود تستحق صفة الدولي بعدين بتقاضي ما بتعيش تاني بس لازم تعترف بمواطنيها بتكون عم تعترف بصراحياتها هي كدولي يعني وارلي وصنة وشيعة إلى آخرين وهو دمسيق بهذه الطايفة ما بتعترف إلا بالدولة ما فيه وراها لا زعيم سياسي ولا زعيم ديني ولا مرجعي الغرابي بهذا البلد مترح ما تتكمش فيها الدولة بهذه الطايفة اللي ألفة من كل طوايف البلد وما بتعترف إلا فيها الغرابي أنه دولتنا ما بتعترف بهذه منه كثير غريب الموضوع وطبعا يعني لا يخفع بس يمكن هو لا يخفع يعني يمكن ما فيه غرابي لأنه واضح بالنسبة للكثيرين أنه هذا الموضوع هو موضوع حساس إذا ما فتح سيفتح معه جراحات ومشاكل كبيرة حصلت في الحرب اللبنانية واقترافات لطائفة بحق طائفة أخرى أما يعني حزب معين وجهة سياسية معينة بحق طرف آخر من هون في المشروع القانون اللي قدم المجلس النيابي واللي هو اليوم مع لجنة حقوق الإنسان ومن ثم تم إحالته إلى الإدارة والعدل وأنتو عندكم اليوم أمل بأنه من بعض يطرح إلى الهيئة العامة بعد ما يصير في عنا رئيس الجمهورية هذا المشروع القانون اليوم إذا بتقدر تعطينا تفاصيل أكتر عنه بول لأنه مثل ما فهمت منك هو لا يطلب أنه يصير فيه محاسبة لمن قام بهذه الفظائع والجرائم وإنما فقط حق المعرفة سديما بتعرفي يمكن أنا صحافي بمهنتي وتخصصت بشؤون أمريكا اللاتينية نعم وعشت فيها سنوات طويلة صحيح البحث قلتلك هاي دي مش بس من صلاحيات الدولة هذا اللي بحدد أنه الدولة دولة بكل دول أمريكا اللاتينية حيث كان هناك حروب وحروب داخلية وحروب أهلية وحالات مفقودين لا تحصق معي كل دول العالم تبحث عن المواطنين تبعونا هلق نية مش كل دول العالم تقاضي على الارتكابات اللي ارتكبت البحث شيء وما يرتقيه المجتمع شيء آخر ياخد لك مثل بسيط يعني البرازيل والأورجواي بحثوا عن المفقودين طبعا بس قرروا إما بملء إرادتهم إما لأنه صار فيه تسوية بقول ملء إرادتهم بالأورجواي لأنه مرتين انطرح الموضوع على استفتاء عام إما بتسوي بين الطبقة السياسية بإقرار قانون عفو وبعدم مقادات من ارتكب الارتكابات الارجنتين والشيلي الوضع مختلف الارجنتين لأنه سقط النظام العسكري بعد حرب الملفين والشيلي بعد مقادو جنرال بينوشي بلندن رجع مفتح موضوع المقادات وارتكابات حقوق الإنسان داخل الشيلي فعندك حالات مختلفة نحن بالبنان ارتقوا أن يكون هناك قانون عفو شو ما كان رأينا بعد القانون العفو هو اليوم القاعدة البحث البحث عن المفقودين لا يمت بصلة بمقادات وعم بحكي دامش هيدة ستودان لا يمت بصلة بموضوع المقادات هذا القانون الموجود اليوم بمجلس النواب واللي تقدم فيه النايب غسان محيبير عن كتلة تكتل التغيير والإصلاح تكتل التغيير والإصلاح واللي تقدم فيه أيضا وهذا ملفت ومهم أنا برأيه النائب زياد قدري عن الكتلة تكتل طيال المستقبل لا أعرف أسميهم بس مفهوم يعني أنه من كتلتين اليوم هذي الكتلتين هني بيصلب الخندقة القائمة بمجتمعنا من فترة طويلة ما يسمى تبسيطا 8 و 14 والإشياء بالمناسبة حملة حقنا نعرف كتير فخورة أنه أعلاناتها طلعت بالوقت نفسه بجريدة المستقبل وجريدة الأخبار مما يدل مرة أخرى أنه هذه صارت للأسف من القضايا التوحيدية مش التقسيمية بتقولي لي للأسف لا يعني بتمنى يكون فيه أكتر مننا بكتير قضايا توحيدية مش بس هذي بتقليلي نفتح نحنا رأينا هذا الموضوع هو من المواضيع القليلي القابلة لإقفال ملف الحرب مشروع القانون اليوم اللي مطروح قدام المجلس النييب واللي هو بعتقد هلأ صار بلجنة الإدارة والعدل هلأ هو بلجنة الإدارة مفروض يعني إذا ما وصل مفروض يعني عن قريب هو كان بلجنة حقوق الإنسان والآن مفروض يا هو بطريقه يتحويل لجنة الإدارة والعدل أو صار هونيك هذا المشروع واضح بما يقوله بأنه لا يطرح المحاسبة ولا يهدف إلى المحاسبة فقط هو بده أنه يتم بشكل كتير واضح الإعلان عن المسار ومصير المفقودين بسي نوضح النقطة يمكن للمشاهدين هذا مشروع القانون يؤسس لهيئة وطنية يترأسها قاضي لها مهمة واحدة ووحيدة هي البحث كأفراد مش بالجملة عن مصير المفقودين والمخفيين القصرية لا يقاضي هذا المشروع إلا من له معلومات عن مقابر جماعية ويخفيها لهذه الهيئة يقاضي بغرامات يقاضي بأشهر سجن ربما مش الجهة المسؤولة عن المقابر الجماعية يعني إذا أنا اليوم بعرف أنه في حد بمكان معين مقبرة جماعية أنا مخصني بالحرب اللبنانية بس عندي معلومات وأخفيت وأخفيت هيدا بيعابني عنه القانون ولكن مش إذا حضر ارتكب المجدرة لأنه في قانون العفو اللي هو مطبق على الجميع طيب ولكن هجربكم محامية الشيطان بهذا الموضوع وأجرب أني أحكي بإسم الأحزاب اللبنانية قد يكون من المنطق لديها بأنه هي اليوم بمرحلة سياسية تخطط مقامة به في الحرب الأهلية وهي بمرحلة بناء صورة جديدة سلمية مين عم تحكي هي الدولة الأحزاب اللبنانية اللي هي حلق صارت جزء من الدولة إن كان حكوميا أو برلمانيا إذن هيدا الأحزاب اليوم مجرد أنه ينفتح يعني ترجع تنفتح صورة ما قامت به في الماضي هيدا سيشوه عند اليوم مصلحة بعدم فتحها لأنه سيشوه هذا سورة خاصة إذا كنا عم نحكي عن مجازة جرمعية كبيرة عن صور بشعة ما عم برر عم قول العائل بيقول تلقائيا حيكون هيدا ردة فعل أنا ما بدي هلقين فتح هذا الملف خلاص اللي صار صار أنا بفكر يعني هي هو مضر بي سورة حتى لو أنتم عم بتقولوا ما بدنا نحاكمكم أسأل إذا سورة هي هلقدي جميلة وهلقدي منام هزهزة ومرجرجة يعني ما علي شي كلهم بسواء بلقاءاتنا معهم أو بتصريح على وسائل الإعلام وعلى التلفزيونيات هني ما بعتقد حدا منهم مستحي من من الشيء اللي عملوا هلأ ما بدوا ما بدوا يقول أكيد ما حدا بيعترف بمعنى بجريمته وهو بدوا يحكم حاله في هذا الشرع تاني شغلي أنه بمحلات استعملت قضيتنا واستعملت المقابر الجماعية بمهترات وتبادل وتبادل شتائم بين بعضنا على وسائل الإعلام أنت عندك مقبرة هون لا أنت عندها وفي محاولات يعني كمان طلعت كتير واضحة يعني آخرها كان عطريق الأوتوستراد يعني قبل جوني شوي حد الأفرا روج ووقتها يعني صار استثمر سياسية استثمرت وصاروا حد تيارة حزب بده يفتحها تيار بيمنع يفتحها صحيح بس بالضبط هاي اللقطة يمكن يمكن وقتها وقتها عن جد بفكروا شوي وبيخدوا بينهم وبين حالهم وبفتكر رح يوصلوا أنه أنه الإقدام والجرأة بوضع النقاط على الحروف بشأن هذه المقابر يمكن يخفف من النقد إلهم ومن الجرائم اللي ارتكبوها بساعدهم أنا بشوفها بالعكس بتحسن بهاي النقطة ما بعرف قد هي لا صالحكم يعني هذا اللي أشرت لقيله هو مش من زمان بأعتقد سنة 2010 صار في الحديث عن مقابر جماعية وتم استثمارها من قبل حزبين طرفين مسيحيين نقيدين أنه لأ فيهم مقبرة تانية يرد عليها يقولون لأ ما بدي سممين هنا على العموم مجرد أنه فتح إعلاميا هذا الملف إعلاميا ضجت البلد وتم وتم تشويه صورة والاستفادة السياسيا من قبل طرف آخر عفوا إذا مجرد نحكى فيه إعلاميا وصار فيه ردة فعل اجتماعية وشعبية طائفية غرائزية نكأة جروحات الماضي كيف إذا نفتح الملف بحد ذاته كيف إذا أثبت برجع بإخذ هنا دور محام الشيطان هنا ما بتكون أنت فعلا عم ترجع تفتح جروحات السلم الأهلي الحرب وعم بمطرح معينة عم تزيد بتعكير صفه السلم الأهلي أنا أنا بدي بدي جاوب كمحامية الشيطان وبيدي جاوب كل اللي عم يسمعونا وبيدي جاوب مسؤولين حكامنا وبيدي جاوب أصحاب أو اللي كان عندهم مشاركة وارتكابات بالماضي مثل ما قلنا ما بدنا نحاسب حدا ما بدنا نغير بقانون العفو ما بدنا نعدل فيه كمان بدي طمن الكلم من هون أنه نحنا ما رح نعمل مهرجين مهرجين لا رح نعمل مؤتمر صحفي ولا رح نطلع بيان ولا رح نعمل مهرجين ولا رح نتصل فيكن وبكل وسائل الأعلاف نحنا يعني نتمنى أنه وقتا قلتي بيتخذ القرار وبيحسن صورتهم فقنا بيحسن صورتهم لأنه بدون كل هالطنطنات اللي ما رح نعملها كيف بيفتشوا على الأثار وقتبلشوا ينكشوا بوسط بالبيروت وكذا بشكل كتير حضاري بشكل كتير مش سري يعني مش علني مش رح يجل المصورين والصحفيين يصوروا يعني وتحت خيام وبيشكل كتير ما عم تطلع معي الكلمة عفوا وبدأ تزهر من أهيل المفقودين اللي عم يسمعوني لأنه هلأ يمكن بيبلشوا بيحطوا حيلوا بوضعية عم ينقهروا ويبكلش عم بحكي هيك فمعلي أنه هاقب تنعمل بشكل كتير يحترم يحترم العظام اللي جوا وما بدنا أبدا أعلم أبدا ما بدنا أعلم ولا بدنا نقول لقاينا هلأ كل يوم لقاينا تعرفنا عشرة ومبارح تعرفنا ع واحد ولا بدنا نحنا مش من مصلحتنا ولا بدنا نتاجر بعظام أهلنا لا إعلميا ولا سياسيا ولا ميليا ولا شي بدنا نحضنهم وبدنا ندفنهم بما يليق فيهم عن جد وأنا بدأ أرجع شدد يا عمي طمنوا كلكن مش رح نسمي حدا ولا رح نقول وين لقاينا أكتر ولا هاي الطايفة عندها أكتر ولا بهي المنط فعلا فعلا هذا كلام أعني ما أقوله ومسؤولي عنه وطمئن الجميع وناشد مش بس بدي طمنهم وبد ناشدهم إنه يا جماعة نحنا ناس ما بدنا غير نعرف وين إني أهلنا وين عضام أهلنا ونقطع السطر وهاللي بده يحاسب بعدين نحنا مخصنا نحنا بيكون وصلنا حقنا بس نعرف وين إني أهلنا نحنا وصلنا حقنا هاي دا بعد الفاصل بدي أحكي عن حملة حقنا نعرف واللي عم نشوفه هلأ على الطرقات اللبنانية ولكن بعد هذا الفاصل مش هاي نلقوا معنا هي أربع صور يلي وراي تنتشر في شوارع وطرقات لبنان تتربع على صفحات وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية أربع صور ترقض على شبكات التواصل أربع صور تريد حقنا نعرف إيصالها إلى كل أرجاء لبنان وكن صورة تطرح سؤالا بالأحرى جدول تطرح جدول أسئلة على وزن جدول أعمال تفتخر به حقنا نعرف باعتباره منزها عن الانقسامات والاستفافات التي صارت تحجب للأسف الحد الأدنى من الرؤية المواطنية إذن بول أنت من الأعضاء المؤسسين لحملة حقنا نعرف حقنا نعرف انطلقت سنة التسعة وتسعين صحيح وهي مثل دعم لأهالي المخطوفين أنتو بس بلشيء أنه أنه حضرتك ما عندك حدا مفقود لأ هن بشكل عام اللي بيشتغلوا مع حقنا نعرف مثل ما تفضلت وقلت هن ناس ما عندهم هن مفقود أو مخطوف قرروا يساعدوا ويضمنوا ويحضنوا شين عم نطلبوا من الدولة اللبنانية مش أكتر يعني يحضنوا هالشريحة اللي كانت هي من 82 للتسعة وتسعين لحتى أسيس حقنا نعرف عم بتطالب بهذا الحق يعني هايدي نخبي هالحفنة إذا فيني أقول من النساء اللي ركدت بشوارع لبنان خلال سبعتاشر سنة واللي طلعت أقوى من الحرب لما تشزت لما تقصمت لما نقصمت خلال الحرب كاد السلم كاد السلم أنه يخضي عليها لأنه هاو ناس نطروا سبعتاشر سني مرور قطار السلم وقتمر قطار السلم ما وقف على المحطة اللي كانوا وقفين واللي طلعوا على القطار غير اللي كنا متصورين وقت يجي السلم حيصير دور يطلعوا فتشكلت سنة التسعة وتسعين بمبادرة من الأب البارة بأعزار حقيقة نوع من اللوبي المدني مدني بمعنى اللي ما عنده مفقود لدعم هذه القضية إذا بتسمحيلي بس بتضلني بموضوعنا بس أرجع من وين قفلنا هذه الساعة ما تخافوا يا مسؤولين لأنه لجنة الأهالي عندها الملف من أكتر من ستة شهر أي طرف تاني إعلامي أو غير إعلامي كان سرب مئة تسريبي لو بده يأذي صنعنا أكتر من ستة شهر معنا هذا الملف اللي إذا ما في شيء فيه إفادات كل أهالي المفقودين وبهذه الاستمارات بيسألون لأهالي المفقودين مين تتهمون مين برأيك مين برأيك خطفلك ابنك أو سمعتوا شيء خبر واحد طلع أنا بدي أقول بلى عيدا رهين حقنا نعرف ورهين لجنة الأهالي أنه هذا هو الطريق لتعود الدولة اللبنانية وتقوم على إجرائها بدون هذا الطريق بدون يحصل ويمكن منوصل هلأ لموضوع أربعين الحرب بدون هذا الطريق يحصل ما يحصل الآن في مجتمعنا ما يحصل في مجتمعنا لأنه ما توقفنا لأنه ما حطينا آرما نقول كان في حرب وطلعنا من الحرب كان في حرب وسكرنا ملفات الحرب وعلى رأسه موضوع المفؤودين وصلنا للوضع اللي وصلناه له اليوم ما بعرف أنا كيف بدي أوصفه وصديما الوضع اللي عايشينه اليوم إذا سلم أو إذا حرب الأكيد منه وأنا أنه نحنا محاطين لا بل محاصرين بعشرات من الحروب كل حرب من هذه الحروب ما عليش مثل الأفاعي ما بقى نسترجي نوقف منخاف ما ندعس لنا عشي حية من هذه الحروب هلتقيق هيدا هيدا اللي حقوله هلأ أنه اليوم في عندكن عدة أطراف لبنانية هن يعني ضد سياسيا وكل واحد منهم بعاير بشكل من الأشكال ماضي الآخر بالحرب ولكنهم عند حق المعرفة كأنهم بيتضامنوا ضمنيا لعدم كشف ما حصل من خصمهم ومن قبلهم هن يعني بيتضامنوا بهيدا القضية على الرغم من أنه هن بيستثمروها ممكن يكونوا سياسيا بحملاتهم وبأهدافهم هل دقيقة هيدا الشيء اللي عمقوله أنا كتير بشوف هيدا الشيء مزبوط هن بيستثمروها بيستثمروها سياسيا بس لما تجي اللي تنكشف هني واللي عمل بتستر عليك ستر عليك تستر عليك مرق لتمرق إذا بفيدي شيء قلت هذه الساعة أنه بطايفة المفؤودين فيه من كل الطوايف بطايفة الخاطفين كمان فيه من كل الطوايف متل ما عم تقولوا هلأ أنا هون بدي أتوجه للرأي العام اللبناني هذه قضية محورية كيف منعالجها إما بيكون فيه مستقبل لأولادنا إما دولتنا هتغرع أكتر وأكتر حينتهشو أكتر وأكتر الأطراف اللي ما عندها مصلحات قوم الدولي اللي بيفكر بولاده اللي بيفكر بالأجيال القادمة اللي بيفكر ببلد فيه دولي فوق الأطراف فيه دولي شو ما كان رأيه السياسي عنده مهام واش بيت تجاه مواطنيها ما لازم يشك ولا لحظة هذا هو أحد ما بدي أقول المخيص الوحيد أحد المقاييس الأساسية تعني أقدر نتأمل بعد بش اليوم بس بالمستقبل القريب يرجع يصير عنا دولي إذن أنتوا سنة 99 أطلقتوا هذه الحملة سنة 2000 بنيسان 2000 بذكرى الحرب طلبتوا بنهار وطني للمفقودين اللبنانيين ولجميع ضحايا الحرب طلبنا تحول 13 نيسان إلى يوم الزاكرة الوطنية إلى يوم واطني للزاكرة يوم وطني لكل اللبنانيين إن كان خاطف بنصب دسكاري لكل ضحايا الحرب مش بس للمفقودين لكل ضحايا الحرب يعني بما في ذلك مفقودين وشهداء صحيح صحيح ووقف الموضوع ووقف أنه صحيح عفوا محل طلبنا بمحل طلبنا بنهار طلبنا بمحل يقدروا كل اللبنانيين يروحوا علي بالتساوي أكيد لأي طرف سياس انتمو بس كمان إذا كانوا من اللي ارتكبوا ارتكبات أو من ضحايا الحرب نقدر نوقف بدنيش مع بعضنا بالنهاية كل ياتنا شو مكان الماضي طلبنا بمحل تقدر الدول يتعبر من خلاله أنه هي دولة للكل أنه تخطينا الحرب نحن لطلبنا أنه يكون في محل يقشر حقيقة أنه تخطينا الحرب مش متل ما حصل ومتل ما حصل أدى إلى ما يحصل اليوم يمكن ما بديش ما حدا بيعرف بس يمكن لو الدولة يوما ما بتقول بترجع بتسترجع دورة كدولة كحاضنة كأهل لكل مواطنيها يمكن يمكن بس من خلال اللي عم بتقول أنا فعلا يمكن هلأ يعني لفت لنظري أنه ما في أي شي باللبنان يرمز إلى كل ضحايا أو ضحايا أو شي بيجمع كل ذكريات الحرب بشغلة وحدة يعني كل شهداء عندهم يمكن نصب لقلهم أو كل فريق السياسي عندهم نصب أو رمز معين لشهيد لإله لذكرة معين لإله ولكن صحيح أنه اليوم بلبنان مع مرور 40 سنة على بداية الحرب ومع مرور من التسعين للألفين وخمسة يعني خمسة وعشرين سنة على نهاية الحرب اللبنانية ما في أي معلم أي نصب أي آرمة أي مكان أو صيحة ممكن فعلا تكون هي ذكرة لجميع اللبنانيين نفقود هالشي مزبت دولتنا بيوضع الحالي مش أنه في أربعين حرب معاش عشرين فوقنا وتحتنا وحدنا وبشمال وكل حرب من الحروب موصولة بالتانية وساعة بتاخدك على اليمن وساعة بترجعك بلا ما ندخل بهالتفاصيل حتى تم يعني مؤخرا كان فيه ضجة إعلامية بخصوص إلغاء يوم ذكرى شهداء يعني كعطلة رسمية ذكرى الشهداء بعد مرور مئة سنة سنت أول شهيد من شهداء سيحة الشهداء شنقول عسمانيين سنت 1915 أول شهيد نحن في ناس كمان سنت 1916 بذكرى مئة سنة على مرور هذه لغين عيد الشهداء عيد الشهداء أنتو بالذكرى الأربعين للحرب اللبنانية اللي هي مرأة ب13 نيسان قررتوا أنه ما يكون في 13 نيسان هو بس يوم اللي بتكون تستذكروا فيه ما حصل في الحرب اللبنانية وإنما فترة ممتدة على 40 يوم لاستذكر هال40 سنة طبعا حكينا عن البوسترز اللي هلأ هنحكي إذا خلينا نشوف البوسترز اللي أطلقت موهن بذكرى أول بوستر هو 40 الحرب أولاد لبنان لوين إذا ممكن أترك الصورة شوي أولاد لبنان لوين ليه طرحتوا هيدا السؤال بذكرى حرب لأنه لأنه مثل ما قلنا نحنا ما حسين أنه طلعنا من الحرب 40 الحرب بدنا نشوف لأنه أولادنا لوين رايحين يعني نحنا منشوف نعرف قديش فيه نسبة هجرة إذا فينا خلي بس الصورة نعم فيه نسبة هجرة من الشباب والصبايا اللبنانيين لأنه لمتابعة التعليم أو للعمل أو إلى آخره قديش فيه خوف على أولادنا اللي أصغر أنه انتبهوا اليوم ما تودوا أولادكم على المدرسة فيه استحاق تال اليوم ما بعرف شو يمكن ينبشوا على سيارة مفخخة اليوم كذا يعني الأطفال عم يعيشوا بحالة من الخوف والرعب بنتيجة رعب أهلنا عليهم ونتيجة رعب العام نحن ما بنحكي عن الحرب عم نقول بأربعين الحرب اليوم يعني بتقولي لي ليش بتحكوا عن المستقبل هاي دي الحملة بتحكي عن الماضي هاي اللي حملة ما بتحكي عن الماضي عم بتقول اليوم بعد مرور أربعين سنة عن الحرب إذا بدنا كلبنانيين نحنا شو فينا نقول بين بعضنا شو هين الأسئلة يمكن ما عنا أجوبة نحنا وخائية ما عنا إياها هيدا معتقد سؤال من الأسئلة الأربع البوستر التاني مفقدوا لبنان وين حقنا نعرف هيدا عنوين الحلقة يعني أنه أكيد حقنا نعرف وهون أنا بيهمني بيهمني شير يعني هاي الصورة مأخودة من الثمانينات ايه ايه بالأبيض والأسود صحيح وهون يعني بيهمني وهيدا الشي يعني أنه نحنا بس تنعرف وين انت كمان ما حدا ينخطف من أول وجديد كتير بيهمني قول لكل اللي عم يسمعوني أنه نحنا مش حرام ومش خطاي يعني مش هيك بتساعدونا أنه يا حرام حسينا معكم لأ لأ نحنا مش يا حرام نحنا وقت عم نقول بدنا نعرف وين إن أهلنا أكيد بدنا نعرف بيهمنا نعرف بيهمنا ندفنون إذا كانوا ميتوا بس كمان مثل ما قلت بيهمنا إنه إنه نحنا كمان بشر ومواطنين مش بس أهالي إنه صار اسمنا أهالي مفقودين بس إنه نحنا قلنا أسماء إفرادية كل واحد قلو اسم وعنده عائلة وعنده حياته يكمل حياته بالمستقبل يعني ما لي شي فهيدي إنه إنه مش يا حرام لأ حطوا إيدكم بإيدنا تنحل هاي القضية لأنه هاي برجعتها لكل البلد حقوصل عن هذه النقطة أربعين الحرب حكام لبنان وينكن كمان حقنا نعرف حكام لبنان وينون فيه بالمجلس النيابي فيه بالحكومة إيه ما عليش نحنا نحنا بالحملة على الرغم عن حطه لأي واحد دغري بيجاوب إنه ما عارفين وينون إنه نحنا عم نعرف وينون مهنة مش فاضين للناس وإلى آخرين بس كمان حبينا نحط هذا السؤال لأنه كمان على المستقبل مثل ما قال بول إنه إنه خلينا يعني نطرح هذا السؤال على حالنا ونقول نحنا ونقول منون هون مش فاضين للناس بس خلينا نقول نحنا شو عم نعمل بشو عم نطلبهم يعني إنه كيف عم نقيم أداء سياسييننا بس إنه من نقفل تليفزيون إذا ما عجبنا أو إلى آخره ومنروح كل أربعة سنين هلأ حتى حق الانتخاب صدروا منا يعني كمان نفكر إنه من دينهم ومن نقل ومن نعمل كل شي ونحنا منرجع يعني لا منعترض على أنوين الانتخاب اللي بيجيبهم بيجيبهم مسندقين معلبين يعني لا منطالب إنه بكل هلأ اللي قلتم من شوي إنه وين حقنا ننتخب وين حقنا نعلم ولادنا وين حقنا بالأمن وين حقنا بتأسيس النقابات وين وين كل هوضي يعني فما بيكفي نقول إنه عارفين كلنا وين الحكام بس خلينا يعني ما ننسحب نحنا من المسؤولية ونتخلى عن نحوض كنا يدى السؤال الرابع لا في بوستر رابع بس للأسس أنا رح قلليك شو مواطنوا لبنان وين وين نحن مواطنوا لبنان يمكن هذا البلخص يمكن هذا المفتاح بعدنا نتأمل أنه هذا المفتاح ما هيك لإعادة إذا الدولة بشي رح تعود تنظيم هذا المجتمع في خلينا نسميه معليش كريم مروي قال لي هذا البلد عاوز أكيد عاوز دولة تحمي مواطني بس يمكن وصلنا لمحل صرنا عاوزين شعب يحمي دولته يعني هايدي العلاقة الغريبة صارت بين شعب لبنان ودولة لبنان تنيناتنا يمكن عاوزين نحمي بعضنا هذه الأسئلة هي محاولة مثل ما قالت وداد بالمؤتمر الصحفي منسح نسميها جدوى الأعمال بس هي جدوى الأسئلة بتأمل وبتصور كل مواطن النظر عن أراءه السياسية له الحق والواجب أن يسأل هذه الأسئلة وأن يفكر بما هي الأجوبة الممكن نعطيها كلنا بشكل مشترك أو بشكل منفرد حول هذه الأسئلة كنت عم بتشيري بما أنه عم نقول مواطنول وبنان وين كنت عم بتشيري ويننا عم بتقولي أنه نحنا ما بدنا كلمة حرام بدنا أنه أنه فعلا تشتركوا معنا بهذه الحملة فعلا بتحس اليوم أنه المجتمع اللبناني معني بهذه القضية وداد يعني إذا منه معني به هالقضية معنيتها ما فرقين معه فعلا البلد لوين رايح ما فرقين معه يكون فيه دولة هذا بالتحليل ولكن أنا عم بسألك أنت شو بتحس بتحس فعلا أنه اليوم فيه اهتمام اجتماعي بهذه القضية بتحس أنه المواطن اللبناني عنده اهتمام يعرف وين هن مفقودية الحرب اللبنانية أو أنه عنده ما يكفيه من المشاكل ومن الضغوطات ومن كل يوم يعني اليوم صار فيه عنا مفقودين جديد أو مخطفين جديد اللي هن على إيد داعش فهن قضية الساعة طبعا يعني قضية الساعة بالمعنى الإعلامي للموضوع وبالتالي اللبناني ممكن يكون بتحت ضغط كمية القضايا اللي عم يعيشها يوميا ممكن يكون حسب المدى الزمن اللي بيفصل وبينه وبين موضوع مفقودية الحرب وهو الشي اللي أنتم ما فيكن طبعا تحصول لأنه في عندكم الرابط الإنساني نحن يعني أكيد ما بدنا نضرب الناس ولا بدنا نربيهم ولا بدنا نجيبهم بالقوة اللي يضيفوا عنا يمكن جزء من اللي عم تقولي أنا عم جرب أن يمكن صحيح وعندهم كتير مشاكل وكتير هموم يعني أنه حتى بهموم ما عم يجرب ويحلوها زيتيا بس نحنا عم نقول يعني عم نتأمل أنه عن جد يعني وعم ندعيهم اللي يتأملوا معنا مش بس بقضية المفؤودين بكل هذا الشيء الواقع اللي عايشينه ف مثل ما عم تقولي يعني نحنا من الجمعة الماضية كنا رحنا مع الأهالي الرهائن نحنا منسميهم الرهائن العسكريين لأنه فعلا منحس واجعونه ونعرف شو طعمتها هيد القصة وقال يعين ومنقلهم بالضبط إن شاء الله ما بتصيروا مثلنا ما بدنا يهون يصيروا مثلنا بس أنه المواطن اللبناني الذي أحترم يعني أوكي وقدر كل انشغالاته بس أنه كمان أنه يفكر يعني يمكن هو بس كل واحد يحط حاله محلنا يمكن إذا ابنه واحد تعوق بالليل ومنه قيل لأهله وما تلفن أو تلفونه مسكر خلي هو يجيه بحاله شو ممكن يصير معه مش عرفته إذا يعني كل حدا بفتكر بيقدر ساعتها يقول مش أنه هاودي خلصت مدته أنه مش فاضين لون يعني أنه صررنا عتاء لأنه صار في جديد بس كل واحد يعني إن شاء الله ما حدا بيدوق راحنا ما منتمنى حتى للي خطف لنا أنه يدوق هادي القضية مبارح كنت عم عم جرب أشتغل شوي بأرشيف اللجنة وبدنا نكرم الأمهات يلي جمعة جاي يعني بنطاق حملة 40 الحرب بدنا نكرم الأمات يلي بيتوا بشكل أو بآخر قبل ما يعرفوا مصير ووليدهم فبالصدفة طلع معي رسالة كتبتها أم لأبنة اسمها نيفة نجار قبل ما تنتحر تركت له رسالة ماعتزرة منه أنه رح تجي وما تلاقيني وإذا جيت بتمنى عليك بما معناه محفظت يعني بتمنى عليك أنه إذا فيه نبتة شر زرعوات بداخلك أنك تنزعها وتقلعها من جزورها وأنه تكمل حياتك مثل ما أنا ربيتك اللي بدي يقوله عم بستشهد بنيفر في قتنا اللي راحت واللي بعدها صورة علي ابنا مع صور أهلينا اللي منرفعهم أكيد تقول أنه هيدا الوجع بالأخير منه منه مزحة منه يعني هيدا الوجع بلازم بني آدم يعني هو نايم هو في وهو عم يأكل وهو عم يشرب وهو عم يلعب وهو عم يتسلى ف مثل ما قلت يعني حتى للعدو ما منتمنى هيدا بين المجهول وبين الخبر اليقين السيء بتفضلك أنت الخبر اليقين السيء صحيح الخبر اليقين منه سيء الخبر اليقين يمكن آسي يمكن بهد بس بدل ما كل يوم عم تنهد 33 سنة 40 سنة في نيس سألون 40 سنة من أهل المفؤودين أنه أنا صالي 33 مثل ما قالت لهم بيرح بترابلوس في أهل انتسب ولطيفتنا بصار عمر انتسب لأهل المفؤودين من بداية الحرب يعني مثل أمم حمد هرباوة مثلا الله يعطيها طول العمر ويشفيها ف ما بعنش فيني أنا بس فيني جيوب على سؤال بكل مجتمعات العالم ما في اهتمام يعني بتاخد وقت المجتمع يقدري ما حدا بحب يتذكر اللي حصل صحيح ما حدا بحب بكل مجتمعات العالم قلي قليلي طليعة عادة هذه النساء بتقوم بهذه المهمة نحن حاولنا بحلقة اليوم نقول ممكن مغلطين أنه في علاقة بين وضع دولتنا المزري وعدم حل ممكن ما نجحنا هذه الخضية بعرف أنه الناس عندها هموم تاني بعرف أنه في هموم عم تتراكم على هموم بس نحن اللي عم نقوله أنه يمكن هذا الحجر الأساس يمكن هني بقولوا شي تاني هني بقولوا بدهم يعرفوا مصير ولادهم صحيح حقهم يعرفوا مصير ولادهم وإن شاء الله مبل هلأ متى تبلور برنامج نسبيا بسيط خط الطريق يمكن أنا بعدني متأمل أنه يمكن بش هالسنة يمكن هالسنة وسن تجي يكون خلصنا من هذا الملف بس أنا اليوم جاي أقول شي إضافي أنه بمأساد دولتنا بمأساد مجتمعنا كما حصل لزحل من حالة شعب إلى حالة بعرفش كيف بدي سميها أزليم وحالة رعاية إذا صح التعبير هذه القضية هي محورية لأنه بتعني الكل لأنه يمكن ما بتعني الكل بس بتعني كل الطوايف لأنه شام للكل يمكن ضروري نعطيها شيء من الاهتمام يمكن بتساعدنا بش بس نحن منساعدهم يمكن هالقضية اليوم بتساعد لبنان وبتساعد أيضا المجتمع على العموم باللبي هي دايما قضية أساسية صحيح على أمل أن تكون هاي كمان لتتل المجتمع من سنة التسعة وتسعين كانوا معنا إلى جانب حقنا نعرف من أول يوم فاصل ونرجع إلى القسم الأخير من هذه الحلقة مشاهدينا أبقا معنا عودة إلى نهاركم سعيد وإلى هذه الحلقة المخصصة لموضوع مفقودية الحرب الأهلية اللبنانية مع وداد حلواني وبول أشهر مجرع برحب فيكن عن الجديد كنا نحكي تحت الهوى عن أنه مع مرور السنين يمكن يكون بعض العيال تعبوا بس لعام العمر بس في جملة كتير حلوة قلت أنه بعد في من اللي دائما ناشطين بعد في شي 30 مرة فقلت لك هنا نساء دائما اللي عم يشتغلوا يعني فعلا هي قضية لافتة هنا النساء اللي محركين هن اللي عم يعطص مم النساء حابنين راية تعبق كل الحرب بحب أقول هيك بس حقيقة تحت القزايف بأيام الحرب 82 كنا كومة نسوان وبعد عم نقل شوي شوي يعني الله يطول بأعمار الكل ايه نحنا ما عملنا حرب بس نحنا حملين وزر الحرب وعم نجرب قد ما فينا نساهم بهكي بناء بزور صغيرة لبناء للسلام لهالمجتمع ولولادنا في تفسير علمي لهالشي يعني أنه 95% من المفقودين رجال أنا عم ضفع عن الرجال لا بس كان ممكن خيه ينزلي كان ممكن بيه هنه نساء يحملين سعلا بكل تجارب المفقودين في العالم ملفت هشي غلبت النساء على هذا التحرك يعني برجع بلك اجتماعيا في البي تحرك في الخي تحرك في ابن العم في نسفانا هيدا تجمع نسائي في نظيفة شغلة اللي عم تقولوها واللي قيلة بول عم بمزح أنه عم يدافع عن الرجال في مثل كتير صحيح أنه نسبة الرجال اللي نخطفوا أكتر بكتير يعني في نسوان وبنات نخطفوا بس أقلي هادي شغلة شغلة التانية أنه تبلشنا ب82 وبحالة الحرب وكان بحالة حالات التبليش كان معلنة حالة الطوارق يعني فنحنا كنا يعني حملين جرحنا على ظاهرنا وما فرقان معنا يعني وحالة الطوارق يعني ممنوع التجمع ممنوع التظاهر فكل الممنوعات كنا عم نتخطاها مش لأنه قوية لأنه فقدين شي كتير مهم ولدرجة مرة عيطنا أنه هيك نشدنا الناس أنه حتى عندهم المفؤودين ينزلوا معنا فأنا أذكر تماما في مظاهرة وصلنا فيها كانت رئيسة الوزارة كانت بالصنايع محل وزارة الداخلية هلأ وصلنا قبل السراية بشوي وقفونا العسكر وصارت المقايدة أنه يا بيفلوا كان فيه معنا وقتا إجا شي ثلاث أربع شباب مشين معنا فيا بيعتقلون يا بتفك المظاهرة فنحنا خفنا هؤلاء الأربع شباب يلي ما منعرفهم نقجوا لبوا نذائنا فقلنا لأ إذا اعتقلوا يمكن ما نقعد نعرف وين فكنا مظاهرة ما عدنا كفاينا فكان في حالة يعني غير الحرب بفترات في وقف إطلاق نار أو هدن أو إلى آخره كان في حالات قمع مستمرة يعني يا بالقظيفة يا بال ما بحب الجندر كتير بس يمكن الصفات اللي بيتطلبها هيك نضال من الصبر من عدم الياقص من يمكن صفات نسائية بغض النظر إذا رجال أو نسوين حملوها يعني فيه كمان شو اسمه قد تيلي هيدا رجال النسوين رجال النسوين بكل المظاهرة كان معنا رجال عنده شواري بايك ودايما علي سيف الدين من لاسا من جبال أستاذ موسى كمين كنت أنا سمية رجال النسوين كان الرجل بسام بثمانينات رجل قبل ما يتوفى عطول مواكبنا رجل وحيد يمكن لأنه طبيعته القروية واحد شكله بعده بيلبس شروال وكفي وعقيل وبيدخن لاف فيمكن وهال روح النخو اللي عنده اللي ما بتخوفه خلته فعلا بعصاء أوقات يعني إذا هجموا علينا العسكر يستعمل العصة هو مش لا يدافع عن حاله يعتبر حاله مسهول عن كل النسوين عن كل النسوين خليني قبل ما ينتهي الوقت اليوم نحن إذن الخطوة الأساسية اللي أنتوا بينتظارها هي الديان اي لجنة الصليب الأحمر الدولية هي اللي عم بتقوم اليوم بهذه الخطوات بالتنسيق معكن التي لأنه لحد يتلق تقريبا المحصى هنه ألفين مفقود بالحرب اللبنانية الأحمر بهذا الملف عم بتكون جدا يعني professional زي ممكن تحدينا وعام ونحن برأينا عم يقوم بالعمل يلي مفروض تقوم فيه الدولة اللبنانية عم يقوم في هذا العمل هو عم يعمل ملف لكل مفقود هو صحيح صحيح وكل الانتي مورتم لأنه وهيدا الشيء بساعدنا يعني عالنا عم يشتغل على مشروع الديان اي وعلى مشروع الأحصائي للمفقودين وأهليون بما معناه يعني وصولا وهيدا صليب الأحمر الدولة إيلا وبالتشاور معنا أنه هذي كل ما يقوم به سيبقى ملكه إلى أن تقوم الالية الوطنية اللي حكينا عليها يعني يتطبق مشروع مشروع اقتراح القانون المجلس النواب يصير قانون وبالتالي تنشأ هيدا الهيئة الوطنية اللي تتمتع بكل الصلاحيات فهيدي متى حصل هالشي يعني متى حسمت الدولة أرارة رأية وأخذت أرارة عم تكون متعاونة مع صليب الأحمر ما بتنطلق من الصفر عم تتعاون مع صليب الأحمر فبتكون وقت تعمل هالهيئة الوطنية فراح يكون عندها أرضية جئهزلة بتنطلق منها تتباليش الشغل طيب كلمة أخيرة بول قبل ما ينتهي وقتنا اليوم بأربعين يوم اللي حقنا نعرف بالذكرى الأربعين اللي انتهي الحرب أو اللي بدء الحرب اللبنانية شو اللي سيري اللي بتحب توجيها بلها هالبلد إله حق يعيش شرط مواطنينه يحسموا أمرهم وشارط دولتها تسترجع ما هي الدول في العالم لأنه هذا الشي كتير حاسم ما لازم نعطي انطباع أحباطي هاو دي الناس صار لهم 33 سنة مثل النملة خطوة 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 لا الحرب قضيت عليهم ولا السلم قضيت عليهم مش أنه هني جبابرة هالقد يعني وقت استقبلها أول مرة رئيس جمهورية الشيخ أمين الجميل لوادات حلواني قال له هلأ أنت وادات حلواني كنت مفكرتك أكبر بكبير أكبر بكتير هاو دي النساء لحالهم بدون تمويل خارجي بدون دعم طايفي بدون سلاح وصلونا لهون بعد فيه آخر قطوع آخر قطوع يلا يا دولي ويلا يا مجتمع لبناني إن شاء الله وادات أنا بدي أقول إن شاء الله 40 سنة اللي جاية تكون أفضل بكتير من ال40 سنة اللي ما رأيت وعا كل اللبنانيين وعا كل المقيمين على الأراضي اللبنانية ودولتنا توقف على إجرية تترجع تصير دولة وبدأ إذا بتخليني كمان أقول إنه حبين نحنا نختم حملة 40 الحرب بعشرين الشهر يعني جمعة الجي نحنا بدنا نكرم شهدائنا من شوي سألتنا عيد الشهداء فبدنا نكرم شهدائنا من الأهالي يلي ميتوا قبل ما يعرفوا مصير ولادهم فمن هون بدأ استفيد بدأ إدعي كل أهالي المفؤودين نحنا بدنا نكرم حالنا نحنا بدنا نكرم حالنا فبدأ إدعي كل أهالي المفؤودين يجوا على تكريم حالهم وعا تكريم رفقاتنا يلي ميتوا وكل الأصدقاء والمواطنين اللي بيعتبروا حالهم إنه هني فعلا دعمينا فنعزمهم عنهار الأربعة الجاي بعشرين أيار سعة أربعة بعض الظهر على المتحف قدام ضريح الجندي المجهول لأنه أتلينا شهدائنا هني شهداء مجهولين على أمل أنه يبطلوا مجهولين على أمل أنه عدد كبير منهم ينعرف مصيره بشكل إيجابي ويرجعوا وعلى أمل أنه الحقيقة تعرف أنا بدي أشكركم على وجودكم معنا اليوم بدي أشكركم قبلوا على وجودكم معنا على اللي عملتوه على الصبر على القوة على أنكم خليتوا قضية خاصة أنت كمان أودات قضية كان مكتوب لأنه تموت أنه تضل حية على مثال نسائي فعلا يعني ممكن أنت وكل أمهات يعني المفقودين فشكرا للكن شكرا للكتديمة شكرا لأل بي سي ولا داما شكرا شكرا لودات حلواني شكرا بول أشعر مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام نهاركم سعيد شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة